مهندس وليد حضرتك خبير أمن المعلومات إزاي ناس تصق يعني برضو فيه ناس تقولك إيه بس ده كان واضح بس ده قاله كذا ده فيه مصدقية ده قالك إنه طب بتأكد لا طب هبعت لك إيميل وفيه ناس يقولك إيه بعت لك إيميل والإيميل موجود وبص على موقع الشركة وبص على الموقع الموقع يعني بيحاولوا طبعا النص بإنه هو يخلي الناس تصق فيه الناس تعرف إزاي وفي البداية عاز أقولي إن ده مش مجرد لقاء تلفزيوني لكنه مواجب علينا إحنا كمتخصصين وصعبت الموضوع أن أنت زي التحول المادة العلمية إلى إعلامية فأنا دلوقتي بدون ذكر أسماء برامج أو أن أنا أقدر أقول إن فيه قضية مثارة أو غيره مهام بتطرح أمام مستخدمين سوشيال ميديا إذا كان شباب أو ناس بلغين أنا بين قصين أقدر أقولها كمتخصص أهيف من الهيافة معلش عايز أقول المصطلح ده لا أقول فمن بساطة المهام حضرتك بيقع عندك فضول تجرب فأول ما بتجرب بتكسب وفيه مصدقية للكلام ده أيو فأنا بديك مهام معينة تعمليها إذا ده أنا عايز أجرب طب الأرقام اللي قدامي دي فانت تحول لفلوس فيبدأ يقول لك أنت الوسيط اللي بينه وبينك لازي يكون فيه محفظة إلكترونية ورقم يكيز يكون أكتف أو نشط مع محفظة إلكترونية صح طب أنا هبعت لك الفلوس دلوقتي كام وليكن خمسة جنيه فيبدأ هنا فيه طمع شوية وفيه فضول فيبدأ للشخص يتلقى الأموال وليكن خمسة جنيه لكن ليه فترة زمنية إذا سمعت حضراتك كمشاهدين دلوقتي إن فيه مهام بتحصل في خلال أسبوع أو عشر أيام لأقل من شهر ويبدأ يقول لك ادخل فيه اشتراك في اي بي أو اشتراك أي إن كان اسمه إيه بالمقابل مادي وانكسبك أضعاف مضعفة يعرف انت هتدخل في حاجة اسمها وده عالميا التسويق الشبكي والتسويق الشبكي العمودي وليه نسب ليه خمسة في المية إذا قلت لحضرتك فنكسب منك ولو فيه مجموعة كبيرة أوي هكسب خمسة في المية فده أول فخ هي بساطة المهام اللي تنسب لأي شخص على السوشيال ميديا فبيتجر رجله زي ما بيقول يعني دي حاجة اللي هو يجر رجل الناس طيب الموضوع ده عشان نقفل الإجابة بتاعتها مربوط بدومين أو بنطاق إلكتروني أو موقع إلكتروني يعني أنا دلوقتي عشان أشوفك على أرض الواقع فيزيك لأنا دلوقتي قعد في ستوديو قعد على مكتب نفس القصة المعلومة جايلة منين من موقع إلكتروني فلأقولي المشاهدين دلوقتي المعلومة جايلة دي من خلال الموقع اسم إيه أين كان الأسماء دوت نقطة وبعد كده نهاية الدومين صحيح ده متغير طيب عشان ده أدخله لازم أعندي اللغة الحروف اللي أكتبها عشان أوصل للموقع فبدأوا يسهلوا الموضوع أن يربطوا بأبليكيشن تطبيق فالتطبيق يبدأ يحصل تداول ليه ويزل على الموبايل صح عندي حاجتين أول حاجة الجهة دي بتستهدف وبتستغل الإنفلونسر زي اللهم الملهمين المؤثرين المؤثرين اللي ناس ليهم متابعين كتير أول طبعا لو بيطلع يقولك وبصوا فيه حلو وأنا عملته ده كذا بياخد مقابل فأنا لازم أتأكد كمان من المؤثر حلو كده بياخد مقابل دي كمان موضوع مهمة وبيكسب أرباح في الإعلانات الجزء الثاني وقفل بها الإجابة دي إن بيتم في الحالة دي إيهام وخداع متجر التطبيقات يعني التطبيق ده موجود فين؟ في متجر تطبيقات جوجل طب متجر تطبيقات جوجل ده إزاي يستقبل الأبليكيشن صح فيبدأ يقوله أنت لك عندي حاجتين الهيالبوليسي أو سياسيات اللي أنا أحط فيها للأبليكيشن أو البريميشنز للصلاحيات لك علي مقراش الرسائل ما تخلش على أماكن الحساسة اللي هي مثلا زي تحركاتك فبالتالي بيعديه من الاختبارات الأمنية رقم اتنين بيقوله إيه إرنو ماني مثلا إكسب فلوس من مشاهدة فيديوهات أو الأرتكال زي لها المقالات فبالتالي إيه أنت مصرح ليك فبيحصل خداع وإيام للمساعدين فإذا التطبيقات بتستخدم ما هو متاح من حاجة كبيرة زي جوجل ويلعبه في النص ترجمة نانسي قنقر